السلام الرحيم أيها المتابعون الكرام أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان سلام الله عليكم رحمة منه تعالى وبركاته وأسعد الله صباحكم بالخير واليمن والمسارات في هذا اليوم يوم الجمعة العاشر من شهر نوفمبر لعام الفين وثلاثة وعشرون للميلاد في هذه المرحلة الثانية ضمن انطلاقات سباقنا المحلي الخامس على أرضية ميدان الشحانية جوهرة ميدان السباق في هذه المرحلة الثانية المرحلة المخصصة لسن الكبار ولسن المسافة الطويلة انطلق أيها المتابعون الكرام قبل قليل شوطنا هناك الثامن الخاص بالثناية القعدان سن الثانية من خلال نكشف خفايا وأسرار هذه الدلال الأصائل بما تخبلنا من إنجازات وبطولات في هذا الشوط المميز ينطلق شوطنا بأسماء مقدمة الشوط البداية الأولى نبحر نحن وإياكم مع المقدمة نتابع غازي على البداية أفهيد بن سالم بن عنيب حمد ألنقح على البداية الأولى بينما المركز الثاني نتابع مسيان حاضر عبد الله بن دايل بن سيف النعيم قادم المركز الثاني يقدم لنا حضور بينما المركز الثالث أتابع بهذه اللحظات الحاضر والمنطلق شعر حذال عبد الله بن طالب حاضرا بن شريم مرحبا بهذا الحضور على المركز الثالث المركز الرابع نتابعي والمتابعون الكرام عبر قناة ريان الأسماء الحاضر اللي على المركز الرابع مشهور سالم بن جابر بن راشد الهدي المري قادما على المركز الرابع بينما المركز الخامس وصل بي هذه اللحظات لابق يا لابق يا لابق عبد الله بن راشد بن علي بن انديله بن انديله حاضرا على المركز الخامس هكذا متابعون الكرام أيها المستمعون الأفاضل أعلنت على حضراتكم خمسة أسماء أولى خمسة مراكز متواجدة عبر قناة ريان عبر الأثير فهم أضعتها على مسامحكم الكريمة عودة مباشرة إلى مقدمة الشوط مع الثمانية كيلومترات سن مسافة طويلة طويلة ما شاء الله تبارك الرحمن عودة إلى المقدمة إلى المركز الأول وإلى شعار رغازي افهيد بن سالم ملنقح ينطلق على البداية الأولى بينما بن شريم قادم قادم بالخبرة قادم بالماضي الجميل قادم بالحاضر المميز شعار بن شريم قادما عبد الله بن طالب بن محمد بن شريم المري الحاضر على المركز الثاني يقدم لنا حضور عذال المركز الثالث قادما لابك يا لابك وشعار عبد الله بن راشد بن انديل القادم في هذه اللحظات المركز الرابع اتابعي والمتابعون الكرام الحاضر مسيان عبد الله بن دايل بن سيف النحيمي على المركز الرابع يقدم لنا حضور واسمه بينما المركز الخامس اتابعا لوصلنا في هذه الأثناء مشهور مشهور سالم بن جابر بن هدي المري حاضرا لنا بمشهور ولمن لمن الحضور في هذا الشوط لمن الحضور القوي والرتم العالي والأداء المميز يا بن هدي هكذا ايها المتابعون الكرام الخمسة المراكز الأولى اذعتوا على حضراتكم عودة مباشرة الى مقدمة الشوط الى البداية الأولى الى التغيير اللي طرى وجرى من قبل بن شريم وشعار حذال حاضرا لنا حبد الله بن طالب بن محمد بن شريم المري ينطلق على البداية على المركز الأول يقدم لنا حذال حاضرا لنا بانطلاقة هذا الاداء المميز شعار بن شريم ابناء المملكة العربية السعودية من ينطلقون مرحبا بالضيوف مرحبا بمن حضر بمن اتى في هذه اللحظات مضمر القرن بن شريم المركز ثاني نتابع في هذه اللحظات لا بك يا لا بك يا لا بك عبد الله بن راشد بن الديلة المري قادمة بن الديلة خطير بن الديلة خطير المركز الثاني المركز الثالث غازي يا غازي يا غازي فهيد بن سالم الأنقح يقدم لنا غازي المركز الرابع الحضور في هذه اللحظات من قبل مشهور سالم بن جابر بن هدي المري الحاضر على المركز الرابع يقدم لنا مشهور بينما المركز الخامس أتابع الأسماء اللي وصلت اللي طلت بدأت تقترب رويد الرويدة لتنضم إلى المنافسة من الجانب الأيمن هناك هناك أول نتا نايف نايف يا نايف حمد بن محمد الجرح بالحاضر في هذه اللحظات يقدم لنا نايف المركز الخامس أكذاي والمتابعون عود مباشرة بدأت تحلو المنافسة في هذه الأثناء بعدما اقتربت هذه الذلل الأصائل هذه الثناية المميزة في هذا السن المميزة في رياضتنا الغالية رياضة الأباء والأجداد رياضة الهجن العربية الأصيلة بنشرين بنشرين قائدا للمسيرة مع عبدال على المركز الأول خمسة راحة أهل الثناية باقي ثلاثة كيلو خمسة كيلو روحة باقي ثلاثة ما بقل القليل ما بقل القليل عن كلمة ناموس وأي ناموس ناموس هنا على أرضية ميزان الشحنية جوهرة ميدين السباق ناموس غالي بالفعل ونقطة ثمينة بالفعل على أرضية ميدان الشحنية جوهرة ميدين السباق العودة إلى مجريات الشعوط إلى عذال وإلى عبدالله بن طالب بن شريم قائدا للمسيرة بينما المركز الثاني الحضور في هذه اللحظات لابك 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 عبدالله بن راشد بن علي بن ديله المري أيضا الحضور من قبل غازي أفهيد بن سالم الأنقاح اللي على المركز الثالث المركز الرابع أتابع سم جديد أنضم إلى المنافسة أول ندال الموج الموج خميس بن محمد بن خميس بن عواذ المريخي الحاضر في هذه اللحظات أيضا الحضور من قبل وانطلاقة مشهور سالم بن جابر بن اهدي ينطلق على المركز الخامس العودة إلى المنطق المركزي الأول إلى المكان المميس إلى النمبر وان إلى النمبر وان إلى بن شريم عبدالله بن طالب بن شريم يقود لنا عذال ولكن دير لبالك وصلت الثنايا بيذ الحضات الله أرى بالعين المجرد أسمى قادمة من الخلف بقوة قادمة ينطلق بن شريم المركزي الثاني بن انديلة حاضرا في هذه اللحظات يقدم لنا لابق يا لابق يا لابق عبدالله بن راشد بن علي بن انديلة المريخ المريخي خميس خميس المريخي حضر في هذه اللحظات مع الموج خميس بن محمد بن خميس بن عواذ المريخي الحاضر المركزي الثالث المركزي الرابع بنهدي قادم وصل بنهدي في هذه اللحظات في شوط لا هدوة لها لا هدو لا هدو لا هدو حاضرا بنهدي مع مشهور سالم بن جابر بن راشد بنهدي المري الله 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 وصل من الجانب الأيمن في هذه اللحظات القادم شعار بن جرحب الحاضر في هذه اللحظات ينضمي للمنافسة يقدم لنا نايف حمد بن محمد بن علي بن محمد بن جرحب ولكن عذال عذال اقتربنا من موقع الطيران من موقع الإقلاع الله يلكيل الخير الكيل الخطير يمطلق بن شريم بن شريم بالخبرة بن شريم ولكن بن نديل بن نديل الخطير بن نديل الحاضر في هذه اللحظات لا بق لا بق لا بق عبد الله بن راشد بن نديل بن جرحب بنهدي الله يهدي المحركة اشتدى صراحة يهل الثناية طارن الثناية الله يهدي المحركة الله يهدي المحركة تذاكر هذا حضوري هذا هو الحضور وإلا فلا بنندين القادم في هذه اللحظات لابك يا لابك يا لابك عبدالله بن راشد بنندين ولكن عذال 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 انطلق بالهداي المميز بنندين والله خطير لابك 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 عذال لابك 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 سلام بنندين بنم راحي لابك على هذا الفوز المميز بنم تار الخير تهانين والناموس والله خطير شعار بنندين عبدالله بن راشد بن علي بنندين بطلي هذا الشوط مع لابك المركزي ثاني بن شريم اده اده يشكر عليه عبدالله بن طالب بن محمد بن شريم مع عذال المركزي ثالث ناشبه وشعار عبدالله المحسن بن طالب اجربوه على المري المركز الرابع شعار الموج خميز من محمد بن عويض المريخي المركز الرابع والخامس المركز الخامس شعار صغان محمد بن راشد بن سالم المريتانين والناموس يرى علابك مع هذا الصراع والنزاع شوط منافسة حتى الرمق الأخير تهاني للنموس عبدالله بن راشد بن نديل المري توقيت الزمني 12 دقيقة 51 ثانية 58 جزءا من الثانية تهاني للنموس يرى علابك عبدالله بن راشد بن نديل المري المركزي ثاني شعار بن شريم عبدالله بن طالب بن شريم المري عدل 12 دقيقة 52 ثانية 5 و 40 جزءا من الثانية بينما المركز الثالث شعار ناشب عبدالله بن طالب جربوعي المري توقيت الزمني 12 دقيقة 55 ثانية 8 أجزاء من الثانية تهاني للنموس لرى علابك والشعار عبدالله بن راشد بن نديل المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار شوطنا ينطلق والزميل العزيز الوليد الغامدي